حلاك شايف بطولة كأس أنديت العالم إزاي؟ مستوى للفرق المشاركة والأهلي واستضامه إن شاء الله يعني إحنا مش عايزين نستبق الأحداث نتمنى يعني نتمنى الفوز في المباراة الأولى ثم لقاء بيرنميونيخ يعني أقول لحضرتك أنا بنظر لبطولة كأس العالم الأندية أن أنت مش بس رايح تكسب يعني أنت مش بس رايح تكسب تكسب البطولة لأ أنت مجرد أن أنت حتقابل بيرنميونيخ هذا الفريق الأملاق في سيمي فاينل آه ده كمان احتكاك رائع أنت عشان تعمل هذا اللقاء في الأيام العادية هتدفع الفلو هتدفع الفلو فهي فرصة وقد لا يتم يعني فجرة استجلاب نادي كبير إلى مصر موضوع مش سهل أنا باعتبرها نوع من أنواع التكريم للنادي وللعيبة آآ الجيل ده لاني يدرك كذلك وبعدين على فكرة ممكن يلعبوا مباراة إن شاء الله تبقى مباراة كويسة مش يعني طبعا من حقك قلنا الفوز والخسارة ده يعني لا أنت من حقك تبقى طاموح للفوز ما فيش أي مشكلة بس إذا لم تفوز إيه اللي الدنيا يعني مش هتنتهي هفوز في المباراة اللي بعدها مثلاً هتلعب مباراة أخرى وهتاخد مركز برضو تالت إن شاء الله فهي الفكرة كلها إنت كيف تنظر إزاي إنت شايف بطولة كهس العالم ونتعبل مع كل مباراة على حدة وطبقى منظروفها ومناسبتها إنت دلوقتي تركيزك كله على الدحيل القطري صح اللي هو إن شاء الله يكون وهي فرقة كويسة بالمناسبة هي فرقة كويسة أو عايز التركيز من نادي الأهل وتوفيق من الجهاز الثاني هي دي الفرقة اللي كان اسمها لخوية واخبالك دي كانت موجودة وبتأخذ ما بيقولوا النادي عمره مش كبير أو بتأسأل فيه وتسعة أيوة ما هو حاجة حديثة جدا لكن في النهاية هم قدروا يدعموا الفريق ده بلعيبة على مستوى عالي وبالتالي هو منافس برضو تقدر تقول إنه إنت هتستفيد من مواجهته كمنافسة كروية بطل أفريقيا مع بطل آسيا ده شيء في حد ذاته إن شاء الله نكسب بإذن الله مع كل الاحترام طبعا للفريق القطري إنما ده طموح مشروع ده رياضة ده طموحنا أنا بنلعب على الفويس بس بالضبط إحنا بنلعب على الفويس فإن شاء الله بإذن الله يكسبه ويكون لكل مقام المقال قبل مباراة بيرنميونيخ بقى يبقى فيه كلام تاني وبرضو حتى لو حصل إيه المباراة مهمة وجميلة كل مباراة لها ظروفها ولها معطياتها ودي ظروف صعبة جدا إن إحنا بنعيش فيها فبالتالي برضو يبقى عندنا طموح إن إحنا نكسب وممكن الظروف دي تكون عامل مساعد لك صحيح صحيح لكن في الآخر أنا مش ببصلها على إن هي منافسة حياء أو موت أبدا أنا بقول إن مجرد وصولك إلى كأس العالم للأندية إنك تلعب مباراة واثنين وثلاثة ده شيء في حد ذاته جميل أنا فبالتالي برضو